بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على ملاذ الورى في الموقف العظيم أفضل إلى محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك سعيد إن شاء الله أدخله الله تعالى عليكم وعلى سائر المسلمين بالصحة والعافية والدرجات الرفيعة حقيقة هذا الشهر جاء شهرا فريدا ويعني متميزا سواء في وقته سواء في الظروف العامة التي نمر بها والتي يمر بها جميع المسلمين في العالم في مشارك الأرض ومغاربها من سنوات ونحن نشعر برمضان وكأنه يأتي في ظروف ليست الظروف الطبيعية خاصة مع وجوده في الصيف ابتداء من منذ نحو خمسة سنوات عندما أصبح يأتي في شهر ثمانية شهر أوت وأصبح النهار قصيرا قصيرا جدا إلى أن صرنا أصبح النهار طويلا جدا والليل قصيرا إلى أن أصبحنا نصوم قريبا من 17 ساعة وربما تزيد ولكن عندما أصبح النهار يقصر والليل يطول صادفنا وباء كورونا هذا الوباء الذي غير كل شيء غير الطبيعة اليومية التي نعيش فيها غير عاداتنا وتقاليدنا وغير حتى الروابط الموجودة بيننا غير حياتنا المهنية غير كثير من الأمور التي تأثرت بهذا الوباء نسأل الله تعالى أن يعيدنا ويعيدكم منه خاصة بعد الحجر الصحي الذي أصبح مفروضا ليس علينا ولكن على أربعة مليارات من الخليقة أربعة مليار من الخليقة كلهم في منزلهم شكل حالة جديدة أظن لم يسبق لها مثيل في التاريخ وأصبحنا نقضي طول اليوم في المنزل إلا من خرج لحاجة من ميزاتها أن احتكاكنا الأسري أصبح أقل وإن كان احتكاكنا في المجتمع أقل أن احتكاكنا الأسري أكثر وإحتكاكنا المجتمع أقل الاحتكاك المجتمع بعجره ومجره يعني بإيجابياته وبسلبياته كل ذلك تغير إذن الذي تغير هو نمط الحياة ومن أهم مظاهر نمط الحياة الذي تغير هي أننا أصبحنا في خلوة دائمة يعني الإنسان دائما في منزله إذن وقت وجودك في المنزل لا تعمل لا تخرج للعمل حتى إذا خرجت تخرج في ساعات معينة وتعود فتبقى منذ انتهاء عملك إلى الصباح وأنت في المنزل من قبل كان الإنسان حتى إذا مرض يحاول أن تقول لك نخرج نشمل هو نخرج أغير الهواء أحاول أجدد الهواء ولكن الآن إذا خرج الإنسان لتغيير الهواء فإنه بين المطرقة والسندان إما أنه بين كورونا أو بين الشرطة فإما أن يذهب إلى المستشفى أو يذهب إلى المعقل هذه كلها ظروف جديدة يعني لو قيلت لنا قبل أشهر أظن أنه كثير من الناس لا يصدقها ولا تخطر بباله ولكن الآن نحن نعيشها فكيف نتعامل معها وكيف يعني نتعايش معها لأن قوة الإنسان وقوة المخلوق مطلقا تتكمن في طريقته في التكيف مع المتغيرات التكيف كيف تستطيع أن تتعايش مع المتغيرات إذا كنت في العمل الفلاني إذا كنت تدرس المادة الفلانية إذا كنت تعيش في مجتمع غير مجتمعك كيف تستطيع الاستمرار وتستطيع التعايش بحيث أنك تجعل من هذا الوضع غير الطبيعي وضعا طبيعيا هنا تكمن قوة الشخص فالقوة ليست بقوة العضلات إنما بقوة التكيف فخاصة عندما نكون في هذا الظرف الخاص جدا في موسم من المواسم هذا الموسم أتحدث عن رمضان رمضان شهر الصيام شهر صلة الأرحام شهر الليل لأن أغلب الناس يسهرون إما يسهروا في العبادة أو يسهروا في صلة الرحم أو يسهروا في التجوال أو يسهروا في غير ذلك فالنهار يكون الإنسان صائما في الأول كان الإنسان يشغل نفسه بالعمل أثناء الصيام فيمضي اليوم بسرعة ولكنه عندما يمضي جنل يومه في المنزل إذن هناك فراغ كبير في حياتنا الطبيعة لا تعرف الفراغ الوقت إما أن تشغله في ما ينفع أو إما أن يأكل منك ما ينفع بمعنى أنه يضيعك إذن كيف نعرف استغلال هذه الفترة دائما الإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور بنظرة إيجابية لأن كلما نظرت إلى الأمور بنظرة إيجابية استطعت أن تستفيد منها بما ينفعك وبما يبنيك وبما يكون ذخرا لك نحن الآن في شهر الصيام شهر رمضان الشهر المبارك الذي نزل فيه القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن كيف سيكون استغلاله هذا الشهر المبارك الشهر الذي نزل فيه القرآن الشهر الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر الذي ظهر فيه النبوة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الشهر الذي خلص الناس جاء مكملا للأديان جاء بنى الإسلام الذي هو دين الحنيفية الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام الذي تمم الديانة اليهودية والديانة النصرانية وجاء منفتحا إلى الإنسانية كلها إلى العالم كله الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذا النور والهداية التي حصلت كان نزولها ومنشأها في رمضان وفي هذا الشهر المبارك شرع الله تعالى لنا عبادة من العبادات متميزة جدا وهذه العبادة تتمثل في الإنقطاع تتمثل في الإنقطاع ما هو الإنقطاع؟ الصيام الصيام هو الإنقطاع هو أن تنقطع عن الأمر عن كل الأمور ولكن مصطلحا الصيام هو الإنقطاع عن شهوتي البطن والفرج في فترة معينة وهي من الفجر إلى المغرب من بزوغ الفجر إلى غياب الشمس في المغرب فهذه الفترة هي فترة يقطع الإنسان فيها الإنسان فيها أكله ويقطع فيها شرابه ويقطع فيها لذة فرجه إلى أن يؤذن المغرب وقد شرع الله سبحانه وتعالى شهر الصيام في القرآن الكريم فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم والصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام وشرع لنا الصيام حتى نتق الله سبحانه وتعالى حتى نبني في داخلنا تقوى وما هي التقوى وهي أن نجعل حاجزا بيننا وبين معصية الله سبحانه وتعالى حاجزا في قلبنا بيننا وبين ما يغضب الحق سبحانه وتعالى إذن هو عمل قلبي فالصيام عمل قلبي بمعنى أنه عمل أثره الحقيقي يكون في القلب وهو ما يربط علاقة الإنسان بالحق سبحانه وتعالى وذلك قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به العفو فقط حتى نزيل الصوت نعم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وكل عمل ابن آدم يضاعف له العشرة إلى عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإن الله عز وجل هو أعلم بعدد ما يضاعف هذا العمل لماذا؟ لأن الصيام مبني أولا على الصبر والصبر هو انفعال قلبي تتجمع فيه مجموعة من أعمال القلوب ومجموعة من الخصال يتجمع فيه المراقبة مراقبة الحق سبحانه وتعالى ليتجمع فيه النصب والتعب والجهد من أجل البذل ومن أجل العطاء وكل ذلك كل هذه المعاني في الصبر ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهذا الصبر الذي يناله الإنسان بالصيام يناله بالانقطاع إلى الحق سبحانه وتعالى يناله بمجاهدة نفسه من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى له أجر من المجور العظيمة وهذا أعمال الصيام هي أعمال لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه قد يصوم الإنسان ويفطر إذا دخل إلى بيته قد قد يصلي الإنسان رياء حتى يراه الناس قد يدفع الإنسان زكاة حتى يراه الناس قد يقوم الإنسان بموعظة ليقول الناس إنه خطيب ويجيد الكلام إلى آخره إلا الصوم فإنه لا يثم صومه إلا إذا راقب الحق سبحانه وتعالى في سره وفي علنه فينقطع عن الله سبحانه وتعالى ويستحضر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل ثانية ومن هنا كان أجر الصوم أجرا عظيما جدا وحتى نعرف كيف ممكن أن نستغل صيامنا كيف يمكن أن نستفيد من وقتنا في الصيام فإنه يجب أن نأتسي بخير خلق الله سبحانه وتعالى وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدور وهو مرجعنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي نهتدي بهديه ونتبع أوامره ونتبع إرشاداته عليه الصلاة والسلام فكيف كان صومه صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل في نهار رمضان كيف كان يمضي رمضان معه صلى الله عليه وسلم وعلى آله النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا استيام ولكنه لم يثبت أنه صام شهرا تاما قط إلا شهر رمضان صلى الله عليه وسلم على آله كما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان طواف راشه صلى الله عليه وسلم وأكثر من القيام وأكثر من التبتل ومن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من القطاع والتعلق والارتباط بالله سبحانه وتعالى وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان فكان صلى الله عليه وسلم يتصدق على المساكين وعلى المحتاجين وكان يحض على الصدقة على المحتاجين وعلى المساكين ويأمر الصحابة بالإكثار من ذلك وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس حتى قالوا كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم يعني أجود من الريح المرسلة هذا نوع من التشفيه ونوع من الوصف لإدخال مفهوم لكرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعطائه وكيف كان صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا الجود ليس جودا بالمال فقط ولكنه جود بالأخلاق صلى الله عليه وسلم وجود بالعطاء وجود بالقبول وجود بالعفو وجود بالصفح صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في جميع أحيانه صلى الله عليه وسلم ولكن في رمضان كان يكثر من تلاوة القرآن لورود المناسبة وهي نزول القرآن في رمضان حتى قال الصحابة كان يجتمع مع جبريل كل يوم ليتدارس القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكرم الناس فكان يراجع القرآن كل رمضان كاملا مع سيدنا جبريل ويرتم سيدنا جبريل له يوحي له بما أوحى الله تعالى إليه من ترتيب الآيات وترتيب الصور حتى تم القرآن كاملا كما هو معروف وقد كان يتعاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة العاشرة للهجرة راجعه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عرضه مرتين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعارضة علامة على قرب أجله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ورمضان يا إخواني الكرام كما تعلمون فإنه قد فرض في السنة الثانية للهجرة وكان فرض على درجات فكان في الأول استحب لنا أول شيء كانوا يصومون عشرة وكانت عادة للعربي وبعد الإسلام لزمها النبي صلى الله عليه وسلم على آله ثم أمر الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على آله بالصوم ولكن على وسع فكان الصيام كان المؤمنون مخيرين في الصيام ولم يكن واجبا ثم فرض الصيام على الناس ولكن كانوا لا يأكلون فيه إلا مرة واحدة بمعنى كما كان عند بني إسرائيل أنه يفطر فإذا أفطر فلا يحق له أن يأكل حتى اليوم الآخر ثم بعد ذلك فرض الصيام بالطريقة المعروفة والمعهودة وصيام رمضان شارعه الله سبحانه وتعالى ابتداء من هلال الشهر وانتهاء بظهور هلال الشهر القادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتم الشهر ثلاثين يوما فالشهر وذلك في حديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا بمعنى أن الشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما وقد قيل بأن الأصل في الشهر أن يكون تسعة وعشرين يوما وقد يتم بثلاثين يوما حتى قال بعض الصحابة بأنه جميع الرمضانات التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسعة رمضانات أو تسعة رمضانات كانت تسعة وعشرين يوما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قيام الليل خاصة في رمضان وكان في رمضان يقوم أول الليل ويقوم آخر الليل صلى الله عليه وسلم ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد فأصبح الصحابة يجتمعون خلفه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويصلون خلفه وهي الصلاة المعروفة بصلاة التراويح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحد عشر ركعة وقيل ثلاثة عشر ركعة وقيل ثلاثة وعشرين ركعة ولكن يجمع ذلك بأنه كان يصلي أحد عشر ركعة في أول الليل وكان يصلي عشر ركعات أول الليل وعشرا آخر الليل ثم يتم ذلك بالشفع والوتر ثلاثة وعشرين والله أعلم وهذه عادة أهل المدينة وهي طريقة مذهب الإمام مالك الذي نعتمده في المغرب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجتمعون خلفه ويصلون خلفه وخشي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالناس أن تفرض الصلاة فأمر الصحابة أن يصلي كل واحد منهم في منزله وعاد صلى الله عليه وسلم وقطع عن الصلاة في المجل فأصبح يصلي في منزله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبقي هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى أن توفي عليه أفضل الصلاة والسلام ثم جاء بعده سيدنا أبو بكر فكان الأمر كذلك ثم شطر من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر نعرف أنه المحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي فعمر منهم محدث يعني الملهم الذي يفتح الله بما يقال له بلغة الصوفية المكاشف أن الله عز وجل يكشف له الحجب وذلك ألف الناس في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكثير من الأحكام الشرعية بل أحيانا الآيات القرآنية جاءت على لفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويكفي أن تحريم الخمر كان بسبب عمر بن الخطاب وكذلك الحجاب للنساء كان بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصلاة بعض الطواف خلف الركن اليماني خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام كذلك قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال له عمر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكذلك نزلت الآية على هذا اللفظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فسيدنا عمر كان من الصحابة الملهمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لو كان بعدي نبي لكان عمر أنظروا إلى هذا المكان وإلى هذا العز وحتى قبل إسلام عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين يعني عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام الذي هو أبو جهل فأسلم عمر بن الخطاب وبقي الوبال والنكال على عمر بن هشام سيدنا عمر بن الخطاب قال قال الصحابة بازدنا أذلة حتى أسلم عمر فكان سيدنا عمر رجلا عظيما من وجوه قريش ومن أكابرها ومن من له مكان ومن بيوتاتها المحترمة وكان من عرفائها ومن ذوي الخبرة فيها سيدنا عمر بن الخطاب فلما أسلم كان عونا قويا للإسلام وكان صاحب رأي وسداد ومن ذلك أنه لما نزلت آية وشاورهم في الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في غزوة بدر أو في غيرها قال لهم سيدنا عمر لا حاجة لرسول الله بمشورتكم لأن الله أغناه بالوحي ولكن إنما أنزل الله تعليما لنا بمعنى أن الله عز وجل عندما قال وشاورهم في الأمر إنما ذلك خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومقصود به قمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومذلك بنى عليها العلماء قالوا كل ما جاء عن طريق من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لاستحابة إنما كان على مقصد التعليم وليس على مقصد الاستعلام والخروج من الجهالة وهذا كله يجب أن يستوعبع الإنسان ويفهمه فيما يتعلق بمقام النبوة السامي نعم سيدنا عمر بالخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان رأى الناء دخل إلى المسجل فوجد الناس مجموعات مجموعات كل إما شخص يصلي لوحده أو وجد مجموعة تصلي لوحدها وقد يتضاربون بأصواتهم ففكر مليا فأمر حذيفة بن اليمان أو غيره من الصحابة أمره بأن يأم المسلمين وقال لهم بأن يجتمعوا عليه فاجتمعوا عليه قال إنما نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض ومع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ارتفع هذا الخوف وهذا الإكراه الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فعندما كما يقال إذا ذهب السبب ذهب المسبب إذا ذهبت العلة ذهب المعلول وهي قاعدة أصولية فجمعهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه واجتمعوا وصلوا في الحرم النبوي ومن هناك شرعت صلاة التراويح جماعة كما نعرفها الآن فلما مر بهم في اليوم التالي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه بمعنى أن هذه بدعة حسنة الحمد لله ألهمني الله تعالى وتيسرت على يدي وهذا من الأصول التي اعتمد العلماء رضي الله عنهم عليها في تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة وأنه ليست كل بدعة محرمة إلا البدعة التي تأتي في مكان السنة أو في مكان تشريع أو تغير تشريعا من التشريعات أو تكون بدعة سيئة أو ماطلة أو محرمة أو غير ذلك من الأحكام الخمسة المعروفة في أحكام التشريع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان يصلي ويكثر من العبادة لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقالت له سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله اربع على نفسك فإن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فالتفت إليها صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أكون عبدا شكورا يعني الله عز وجل غفر لذنبي وضمن لمكانتي وأنني نبي مرسل فأنا أصلي إليه سبحانه وتعالى لشكره سبحانه وتعالى واعترافا بفضله سبحانه وتعالى وهذا من رفعة الأخلاق ومن رفعة الشيام حتى قالت رابعة العدوية ليس لي في الجناء كلهم يعبدون من خوف نار ويرون الجنان حقا جزيلا ليس لي في الجنان والنار رأي إنني لا أبتغي بحبي بديلا فهذا مقام عالي من مقامات الارتباط بالحق سبحانه وتعالى والانحياش إلى الله سبحانه وتعالى والرغبة فيه واللجأ إليه لأن هذه الأخلاق السامية وهذه المعاني العالية يجب أن يتخلق بها المؤمن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباحوا فالتشبه بهؤلاء العظماء التشبه بسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه بالسلف الصالح بالصحابة الذين جاءوا من بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو غاية النفع وغاية المكانة السامية والقبول والرفعة فالإنسان الذي يريد أن يعيش حياة طيبة ويموت موتا طيبا ويكون في محل رضوان الله سبحانه وتعالى يجب أن يقتدي بهؤلاء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدير كما وصل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على آله النبي صلى الله عليه وسلم كان عفيفا الدسان وكان صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا ما فيه الرشاد لأنه صلى الله عليه وسلم وحي وإن هو إلا وحي يوحى كما ورد في القرآن الكريم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مالك في الموطة عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن مرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم فمن آداب رمضان أن الإنسان يصوم عن معاصي الله سبحانه وتعالى ويصوم عن مواطن الغضب ويصوم عن مواطن الشقاق ويصوم عن كل الشرور حتى إن الإنسان إذا بدأوا إذا قتلوا يعني إذا جاء واحد في السوق بغير يضربك ولا بغير يديك ولا بغير يبدأ فيك تبتعد عنه إذا شاتمك قال يا فلان يا فلان شاتمك لسبب أو لآخر يحصل سوء تفاهم فإنك تسكت وتقول له إني صائم إني صائم بمعنى أن تذكر نفسك إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية كما قالت سيدتنا مريم عليه السلام نظرت للرحمن صوما بأنني الصوم الإنقطاع كما قلنا الإنقطاع هنا قصدت به سيدتنا مريم عليه السلام الإنقطاع عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسية فكذلك الإنسان الصائم يجب أن ينقطع عن كل ما هو معصية وعن كل ما يكون سببا في القرب إلى الله سبحانه وتعالى وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم على آله يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب النعيم فتحت أبواب الرضوان فتحت أبواب الريان فتحت الأبواب كلها السبعة أبواب من أبواب الجنة من مات يدخل من أي تلك الأبواب شاء وصفدت أبواب النيران من مات في رمضان صائما محتسبا لله سبحانه وتعالى فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يغفر له ذنبه ويستر له عيبه وصفدت الشياطين بمعنى أن ما يكون من الشقاق وما يكون من الآثام إنما هو من جراء أنفسنا فعندما صفدت الشياطين بمعنى أن نجاهد أنفسنا أكثر بمعنى أن نمنع أنفسنا أكثر بمعنى أننا نحاول جهدنا أن لا نجعل للشيطان علينا غلبة ولا تأثيرا ولا قوة حتى يصرفنا عما نحن فيه من الإنقطاع لله سبحانه وتعالى ومن الصوم إليه وقد ورد كذلك بأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أوسطه رحمة فبدايته رحمة والرحمة هي أوسع شيء أوسع معنى من معاني عطف الله سبحانه وتعالى ولطفه وعطائه وأوسطه مغفرة من له ذنوب ومن له آثان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويطلبه سبحانه وتعالى أن يشبر كسره وأن يستر عيبه وأن يغفر ذنبه ويعزم على الله سبحانه وتعالى أن لا يعود إلى ما كان عليه من الآثان فالتوبة تجب ما قبلها والإثم يمنع الرزق ويمنع الجنة ويمنع الخير ويمنع العبادة ويمنع البركة الإثم هو من أكبر الأضرار والأدران التي يمكن أن تصيب الإنسان في معاشه وفي معاده الناس تظن أن الإثم أو الذنب إنما هو أمر بينك وبين الله عز وجل والله غفور الرحيم صافي داس الأمور لا سيدي الإثم أسباب الآثام تتسبب لك في فساد أبنائك في فساد زوجك في مرضك في قلة رزقك في عدم البركة في رزقك في عدم البركة في طعامك في فساد علاقاتك مع الناس في عدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى الذنب يعني هو شيء لأنه ما معنى الذنب الذنب معنى أن الله سبحانه وتعالى يعني بلغتنا العامية تقوم بخطأ في حق الله سبحانه وتعالى إذا الله عز وجل ينتقم منك بذلك الخطأ الذي قمت به في حق الله سبحانه وتعالى نعطيكم بالمثال شخص موظف في شركة أو في مؤسسة فقام بالإساءة لمدير المؤسسة أو مدير الشركة أو رئيس القسط ماذا سيفعل معه الموظف والآخرون سيبتعدون عنه لأنه إذا نزل عليه غضب سينزل عن جميع سيشعرون بأنه إنسان ليس إداريا ناجحا سيشعرون بأنه إنسان غير محترم لأنه لم يحترم رئيسه إذا جاءت التعويضات في آخر السنة لن تأتي التعويضات كما يجب لأنه لم يكن بالصورة الحسنة حتى يخذ التعويضات طبعا هذا فقط بالمثال الصغير ولكن لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى الذي يجب على الإنسان أن يحتسبه وإذا لم يكن الإنسان يريد أن يكون أن يتعامل مع الحق سبحانه وتعالى بصفته حبيبا وبصفته خليلا وبصفته محبا فعلى الأقل فليتعامل كالعبد مع الله سبحانه وتعالى والعبد يقرع بالعصى والحر تكفيه الإشارة ولا يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله تعالى الذين يطبع الله تعالى قلوبهم بران فلا يقبلون نصيحة ولا يقبلون غير ذلك إخواني الكرام في العشر الأواخر من رمضان كان سن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الاعتكاف والاعتكاف هي بأن يلزم الإنسان المسجد يصوم نهاره ويقوم ليله ويداوم على قراءة القرآن وهي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى وقد وردت في كتب السنة ووردت في القرآن وفي غير ذلك والمعتكف إما ينوي العشر الأواخر كاملة أو ينوي يوما أو يومين أو ينوي أكثر من ذلك وقد يكون الاعتكاف في رمضان وقد يكون الاعتكاف في غير رمضان والاعتكاف أفضله في المساجد الثلاثة ويكون في غير المساجد الثلاثة من المساجد الله سبحانه وتعالى سواء كان مسجدا أو كان جامعا بمعنى تقام فيه الجمعة ولا تقام فيه الجمعة وقد سألني بعض الإخوة في هذه الظروف هل يصح أن يعتكف في منزله وحقيقة أنا أرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص النبوة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ففي هذه الظروف حيث المساجد مغلقة من أجل الحجر الصحي فإن شاء الله لا بأس أن يجلس الإنسان في غرفة من الغرف ويلتزم فيها ويتعبد الله سبحانه وتعالى وينوي فيها الاعتكاف فإذا دخل الإنسان معتكفه يحرم عليه أن يمس زوجته أو حتى أن يداعبها ويحرم عليه الخروج منه إلا لضرورة قاهرة وإذا خرج يقضي ضرورته ويعود ولا يصح له الخروج إلا إذا خرج للميضاءة للوضوء أو لقضاء حاجته ثم يعود هذه كلها من شروط الاعتكاف التي يجب الإنسان أن يكون فيها وهي من العبادات التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أجر كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان لازم متعبده في المسجد صلى الله عليه وسلم وانقطع عن نسائه كلهن صلى الله عليه وسلم وقام الليل وصام النهار ولم يتكلم إلا في شيء من إرشاد أو من نصيحة أو في قرآن أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم وعلى آله فهذه كلها من أخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله في رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يلازم الصوم وكان أحيانا يواصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يواصل ماذا يعني يواصل يعني يصوم اليوم والثاني والثالث من غير أن يفطر صلى الله عليه وسلم وقد كان مجموعة من الصحابة أرادوا أن يواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني لست كهيئتكم إني أبات عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم عن آله فالنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال خاصة مع الله سبحانه وتعالى والله يطعمني ويسقيني اختلفوا قالوا إما أنه يخلق فيه خاصية الشبع فلا يشعر بالجوء صلى الله عليه وسلم أو أنه يطعمه حقيقة أو أن ذلك الروحانية والاستمدال الذي يستمده من الحق سبحانه وتعالى يصبح مترفعا عن الترابية فلا يشعر بالحاجة إلى المطعم ولا إلى المشرب والنبي صلى الله عليه وسلم ويذلك نهى الصحابة رأفة بهم ورحمة من أن يواصلوا فالوصال هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكذلك كان صلى الله عليه وسلم من أجود الناس لأن رمضان هو مناسبة لنشعر بالفقراء لنشعر بحاجة المحتاجين لنقتصد في معيشتنا فمتى شعرنا بالفقراء كان مناسبة لكي نكرم الفقراء لأننا شعرنا بألمهم فلما شعرنا بألمهم وبحاجتهم وبفاقتهم وجب علينا أن نغطي هذا الفقر وهذه الحاجة وكثير من الناس يحبون أن تكون زكاتهم في رمضان فعندما ينظمون زكاتهم يجعلونها من رمضان إلى رمضان لأن الزكاة كما نعرف تكون بالأشهر القمرية وليس بالأشهر الشمسية الكثير من الناس يجعلونها في أول محرم وبعض الناس يجعلونها في رمضان لأن الأجر في رمضان يكون مضاعفا حتى ورد في حديث أن أجر النافلة يكون بأجر الفريضة أما أجر الفريضة فلا يحصي بقداره إلى الله سبحانه وتعالى صفة الجود صفة المراقبة للهلاء سبحانه وتعالى يراقب الإنسان الله سبحانه وتعالى في صيامه وفي انقطاعه وفي عدم خطابه بما يغضب الله سبحانه وتعالى وبكثرة ثلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار حتى يستزيد إيمانا يعني نحن نعرف أنه إذا أردت أن تأكل التمر فإنه يزيد لذة إذا أكلته باللوز أو إذا أكلته بالجوز فكذلك الصيام يزيد لذة عندما تكون صائما وتقرأ القرآن وتكثر من قراءة القرآن فإنك تجد حالا خاصا لا تجده إذا تلوت القرآن وأن تلست بصائم ومن كرامة الصائم أن الله عز وجل قال في الحديث الشريف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف يعني رائحة فم الصائم في آخر النهار خاصة أطيب عند الله من ريح المسك لأن هذه الرائحة إنما نتجت من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن البعد عن معصيته سبحانه وتعالى ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى كذلك رمضان شهر القيام وشهر الانقطاع إلى الله فأنا أنصح إخواني بكثرة قيام الليل كثرة الصلاة في بطن الليل كثرة الصلاة من أعظم العبادات وهي العبادة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات بأن صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى الحق سبحانه وتعالى ففرض عليه سبحانه وتعالى الصلاة فهذا من مكانة الصلاة ومن رفعتها حتى إننا نناجي الله سبحانه وتعالى في التحيات بما ناجى الله سعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات التحيات لله الزكيات لله الصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمد العبد هو رسوله فهذه الصلاة أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد يتخيل وتكون في السجود أقرب ما تكون إلى الله طبعا هذا القرب ليس حسيا ولكن هو قرب معنوي أو نقول قرب يعلم الله سبحانه وتعالى حقيقته وهو أقرب إليكم من حبل الوريد الله عز وجل يعرف حقائق هذه الأحاديث نؤمن بها على ظاهرها وهي تدل على مكان مكانة الرفعة وكذلك صلاة آخر الليل في الثلث الأخير من الليل حيث ورد أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا من سائل فأعطيه ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مستعيد فأعيدها وهكذا فيكون من أوقات استجابة الدعاء فإذا كان الإنسان يقوم للصحور فبالأحرى أن يقوم قبل ساعة وأن يكثر من الصلاة ويصلي ما تيسر لهم من الركعات ثم يتسحر ويصلي الفجر جماعة على كل الأفعال الخير رمضان هو شهر الخير هو شهر العطاء يجب الإنسان أن يكثر من فعل الخيرات بشتى أنواعها وبشتى أصنافها وبشتى ألوانها وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى رمضان يختمه بزكاة الفطر فرمضان يبدأ بالصيام وينتهي بالزكاة وزكاة الفطر بأن يتصدق الإنسان بمد يعني تقريبا جوج كيلو ونص أو أقل من النص من شعير أو بر أو تمر أو زبيب أو ما كان من السلعة الرائجة في المجتمع ويتصدق فيه على الفقراء على من لا يجد قوت يومه يعني الفقراء المدقعين وهذه الزكاة فرض على كل مسلم سواء كان طفلا أو كبيرا عاقلا أو غير عاقل ذكرا أو أنثى خادما أو مخدوما ما دام يجد قوت يومه فعليه أن يدفع حتى إن كان فقيرا إذا وجد قوت يومه فعليه دفع الزكاة والزكاة كما ذكرت تكون من بر أو من شعير تكون أفضل أوقاتها بعد آخر ليلة من رمضان وقبل صلاة العيد فإذا صلينا العيد فإنها تغلق الصحف وتصبح صدقة عادية ويضيع أجرها وزكاة الفطر شرعها الله سبحانه وتعالى حتى تغفر ما كان للإنسان من نقص أو من زلة أو من أخطاء في صيامه أو غير ذلك فإنها تغفر كل ذلك ويتم بها الأجر الذي هو يوم الجائزة يوم الجائزة هو يوم العيد حيث إن الله سبحانه وتعالى يغفر لسبعين ألفا كل يوم من أيام رمضان فإذا جاء آخر يوم من أيام رمضان غفر الله تعالى لمثل أولئك جميعا فإذا حسبنا سبعين ألفا في ثلاثين فسوف نعرف ونقدر هذا العدد الكبير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل من منبره فقال خاب وخسر ثم قال خاب وخسر ثم قال خاب وخسر فقال له الصحابة ماذا قلت يا رسول الله فقال مما قال خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له فإذا وصلنا إلى هذا الشهر وفي هذه الخلوة المفروضة علينا وفي هذه الساعات المباركات التي طول اليوم يعني أنت أمامك الإنترنت وزوجتك وأبناؤك أو والدك فإذا أردت أن تتحدث أو تتعامل أنت تختار ماذا تريد لا يفرض عليك فإذا لم تغتنم هذه الخلوة ولم تغتنم هذه البركة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة وتنقلها من محنة إلى منحة ومن كرب إلى خير ومن بلاء إلى عطاء فإنك تكون قد أضعت خيرا كثيرا وقد أضعت بركة كبيرة وعامة أعطاك الله تعالى اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين واقفل لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واقضي ديننا واحفظ والدينا وارحم من مات منهم وأصلح إخواننا وذرياتنا وأهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم هناك بعض الأسئلة وضعها بعض الإخوة وسأجيب عنها بإذنه تعالى بالنسبة سألوا عن إخراج الزكاة قبل العيد نعم هو يجوز عندنا في المالكية أن يبدأ بإخراج الزكاة من السابع والعشرين من رمضان يعني ليلة القدر لم أتحدث عن ليلة القدر ربما في الأسئلة ويجب أن نتحدث عنها قليلا ولكن من السابع والعشرين هناك مذاهب أخرى حتى أبكر من ذلك ولكن الأفضل لمراعاة المناسبة أنه من ليلة آخر رمضان أو قبلها بليلة أو ليلتين الإنسان يدفع زكاة الفطر وينويها فيدفع عن نفسه وعن أبنائه وعن من يعولهم حتى قال العلماء حتى إذا كانت امرأته حامل فيستحب له أن يدفع عن الحامل أيضا ووزارة الأوقاف العادة كل سنة تنزل المقدار المالي للزكاة لأن العلماء قالوا إذا لم يجد الإنسان البر أو هذا فيجوز له أو إذا وجد المصلحة أكبر في أن يعطيه مالا أن يدفع بدل العين أن يدفع بدله مالا وإن كنت أنا أميل إلى أن يدفع عينا لأنه ما شريع عينا إلا لحكمة ومن تلك الحكمة هو أن تروج سلعة البلاد وأن تتحرك سلعة البلاد فنجد أن الأيام التي تأتي بعد العيد يكون الدقيق يصبح أرخص الأرز يصبح أرخص الزبيب يصبح أرخص وهكذا فهذه مناسبة من أجل استكناه الأسرار التي تأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه عليه أنظر الصلاة والسلام قيمة الزكاة الفطر ستنزل قريبا هو في العادة كل سنة يكون نحو عشر الدراهم وإلى مئة درهم وطبعا الإنسان يعني إن الله طيب لا يحب إلا طيبة فالإنسان يجب أن يحاول إذا لم يعطي من الأعلى فليعطي من الأوسط فال هكذا وبالنسبة أحد الإخوة سألني عن جمع القرآن الكريم لماذا لم ينزل كاملا أولا إنزاله وعدم إنزاله هو حكمة إلهية والله عز وجل أعلم بما ينفع الخلق من عدمه ثانيا فإن الوحي كان ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفراد حياته صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المغازي كان ينزل عندما يأتيه سؤال كان ينزل عندما تقع حادثة بينه وبين المشركين وهكذا كلها كانت مناسبات ينزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتب كما المصحف كما هو موجود في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى فبخلاف الأنبياء الآخرين كسيد موسى عليه السلام فإنه نزل الوحي في صحف صحف إبراهيم وموسى فنزل في صحف نزلت على سيدنا إبراهيم ونزلت على سيدنا موسى وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نزل عليه منجما عليه الصلاة والسلام حتى يعم سائر حياته عليه أفضل الصلاة والسلام ويحفظه الصحابة المصحف هناك خلاف هل كان كتب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا والصحيح أنه كان كتب ولم يكن تاما في كتاب واحد أو قد يكون تاما في بعض الكتب ولكنه عندما ولكن كان الصحابة يحفظونه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بحيث إنهم كانوا يتبارون في حفظ القرآن الكريم وكلما نزلت آية تسابقوا إلى عفظها فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الكثير من الصحابة يحفظون القرآن وإذا عرفنا بأن المعركة اليمامة لوحدها قتل سبعون من حفاظ القرآن فإننا بذلك نقدر وهؤلاء الحفاظ جلهم لم يكنوا من كبار الصحابة فنقدر كم كان من الصحابة يحفظون القرآن الكريم والذي كان فيهم من كبارهم كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص سيدنا عبد الله بن عباس وهؤلاء ساداتنا الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم وعندما كان القرآن يجمع في كتاب واحد كانوا يشترطوا في الصحابة أن يكون يحفظوا القرآن وأن يكون معه أصل كتب فيه الآيات التي يحفظها أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد كان كتاب للوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله منهم زيد بن ثابت منهم الخلفاء الأربعة منهم الأرقم بن أبي الأرقم منهم عبد الله بن الأرقم منهم مجموعة من الصحابة عبد الله بن أبي السرح وغيرهم كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وما من شك أن هؤلاء في الغالب كانوا جمعوا المصحف ولكن سيدنا أبو بكر الصديق أراد أن يكون المصحف متواترا في جميع ألفاظه وذلك أسس لجنة برئاسة زيد بن ثابت وكان يشرف عليها هو وأبو بكر هو وعمر وعلي رضي الله عنهم ومجموعة من كبار الصحابة على شروط قاسية حتى أتم الجمعة علما أنهم كانوا يحفظونه ولكن حتى يكون هذا الجمع متواترا يأخذ صفة التواتر والتواتر هو أن يرويه الجم الغفير الذي يستحيل أن يتفق على باطل هذا هو التواتر المصطلحي نعم سيدي بالنسبة إلى إرسال زكاة الفطر إلى مدينة أخرى الأفضل في زكاة الفطر أن توزع في نفس البلد يعني توزعها الأفضل أن تكون من ذوي الأرحام تعطى إلى ذوي الأرحام تعطى إلى الأقرب في الأقرب وأن تكون في البلد التي تعيش فيها ولكن إذا دفعتها إلى غيرها فلا شيء فهو خلاف الأولى من نسبة لصلاة العيد فصلاة العيد في العادة تكون في المصلى وفي الخلاء ويجتمع الناس عليها ولكن وزارة الأوقاف أصبحت تبني المساجد يعني تجعل الصلاة في المساجد الكبرى لمصالحهم يرونها ويعرفونها الآن لا يوجد لا مصلى ولا مسجد صلاة العيدين هي عندنا في المذهب هي سنة مؤكدة وإذا قام بها البعض ارتفعت عن البقية فلا سنة مؤكدة نعم الفرض الكفاية هو الذي إذا قام بها البعض فأنا أرى لأن في المذهب عندنا إذا وصلت إلى المصلى ووجدتهم أتم الصلاة فلك أن تصلي ركعتين إن شئت وإن لم تصليه ما فلا شيء عليك ولكن أنا أرى والله أعلم أن الإنسان في بيتي يجتمع هو وأهل بيته ويصلون صلاة العيد ركعتين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات الأولى مع الإحرام والثانية مع تكبيرة القيام فهذه من أفضل الأمور هذه من الأمور المرتبطة بمناسبتنا التي نحن فيها إذا كان للإخوة بعض أسئلة أو غير ذلك فليتفضلوا على كل إذا لم يكن هناك أسئلة فأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا وأن يغفر لنا وهذه فرصة طيبة حتى نلتقي بكم ولا تنسونا من صالح الدعاء ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر حوباتنا ويتوب علينا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صلي أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقبل أن أفارقكم أذكركم بأن الله عز وجل أعطانا أمانة فلنحافظ عليها وهي الدين فلنحافظ على ديننا ولنحافظ على ديننا ولنحافظ على ديننا أوصي نفسي بذلك وأوصيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته